الوحدات اللي ليه مهمة لا تخلوا من الصعوبة أمام الكهرباء العراقي أستاذ خالد وهو مطلوب التعويض في هذه المباراة بعد خساراته السابقة أمام الكويت الكويتي أشوف في البداية لو بلحكي عن الوحدات وحتى عن الفيصلي الآن المفروض الإدارات تلعب دور كبير في تحفيز اللاعبين لأنه كثير من اللاعبين وأنا متطلع على هذا الأمور هم من شغلين باللي بصير في غزة فمش كثير مفكرين في المباريات وهذا شيء إيجابي من حييئ في الوطني لكن بنفس الوقت إلو الجوانب سربي أنت كمان بتمثل بلدك في هذه التظاهرات الرياضية دوري أبطال آسيا أكبر بطول آسيوي وأيضا كأس الاتحاد الآسيوي فالمفروض يكون فيه تعامل من المدرب من الإدارة على هذا الموضوع وتحفيز اللاعبين أول شيء الوحدات رح يلعب مع الكهرباء وزي ما تفضلت حضرتك الريع رح يكون لدعم غزة وهذا يمكن بفرض على الجمهور أنه يتواجد في هذه المباراة وحتى لو ما بدي تواجد لأنه كان فيه أراء مختلفة من الوحدات أنه الحضور أو عدم الحضور حتى لو ما بدك تحضر لازم تشتري تذكرة وكدعم لغزة بما أنه أنت مباريات أنت تحضر وقدم رسائل بالمدرجات بالضبط أنك تقدم رسائل بالمدرجات مطلوبة لكن لما كنا نحكي في هذا الموضوع في جلسات خاصة يقول لك الاتحاد الأسيوي بمنع والفيفا بمنع الأمور السياسية هو في ازدواجية بالفيفا في ازدواجية بالاتحاد الأوروبي في ازدواجية في الاتحاد الأسيوي يعني هاي هم أنتم مغرموا مثل نادي لفاربول ولا نادي أساسونا ولا ريال سوسيداد مثلا لا حتى يعني إحنا يعني تعرب رح نشاهد العالم فلسطيني في دور الأبطال مطالبين أنه نوصل الرسائل بما أنه إحنا أصحاب قضية يعني ليش ما نوصل الرسائل من خلال المدرجات طيب ما هم الأوروبيين اللي بنحكي عنهم هذول ديمقراطية هم أصحاب العنصرية هم اللي عندهم معايير مزدوجة في التفاصيل وأنا ذكرت المرة الماضية قصة حرب روسيا وأوكرانيا حرب روسيا وأوكرانيا في كل المباريات كانت رسائل أوروبية لأنها من مصلحتهم فكانوا الرسائل السياسية خلال المباريات أنه عند روسيا والعالم الأوكراني والتعاطف والشعارات هذا عادي طيب طيب ليش أنت بتسمح لمصالحك تطبقها بكرة القدم يعني في البداية لما كرة القدم قالوا أيام أبو تريكا لما رفع شعار غزة وقالوا ما بدنا شعارات سياسية في الملاعب قلنا على رأس ناسيدي إذا أنتوا شايفين أنه هذا التفاصيل بس هم اكتشفنا لاحقا أنه هم لأنه هذا عربي لأنه ينقل قضية عربية فبعديها أثبتت المباريات اللاحقة وآخرها كانت أوكرانيا قضية حرب أوكرانيا وروسيا أنه إحنا مع أوكرانيا منوصل رسائل في المباريات حرموا روسيا وحرموا اللجنة العلمبية الروسية وحرموا المنتخب الروسي من تصفيات كأس العالم ورفعوا الشعارات في مباراة أوكرانيا تأييدا لأوكرانيا ولبسوا الشعارات اللي بدهم إياها والمدرجات كانت داعمة لأوكرانيا طب ليش الازدواجية يعني ليش تسمح لمصالح تتحكم في كرة القدم هذا شيء بخلينا نكون يعني مصرين على أنه ننقل المعاناة الفلسطينية في كل التفاصيل حتى في المدرجات يعني إذا الاتحاد الأسجل والاتحاد الدولي بدهم يمنعنا أنه ننقل شعاراتنا نشوف أنه الطريقة اللي تتناسب يعني مستحيل ما تلاقيش طريقة أنه أنت تنقل معاناتك في مباراة جماهيرية للعالم طيب الوحدات لا بدل عن الفوز في مباراة الغد الوحدات مطالبة طبعا بعد خسارته مع الكويت الكويتي اللي هو مرشح بقوة لصدارة المجموعة الآن أنت أمام فرصة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد طبعا نحن نعرف فازه على اتحاد السوري وخسره أمام الكويت الكويتي الآن أنت مطالب باستعادة نغمة الانتصارات وإن شاء الله أنه يكون الجهاز الفني خلال الفترة الماضية أخذ على اللاعبين بشكل أكبر لأن المشكلة التي أصابت الفيصل في كثرة التغييرات أيضا هي نفسها التي أصابت الوحدات التي استقطب مدرب دخل أول مباراة بكأس الاتحاد الأسيوي بدون ما يكون على علم بكل اللاعبين أو حتى أسماهم فممكن هذه الفترة أعطته كمدرب عماني انطباع أفضل عن فريق الوحدات وبالتالي يقدر يوظف اللاعبين بالشكل المطلوب وبالتالي تحقيق الفوز وهذا اللي نتمنى نتمنى انتصار للفيصل نتمنى انتصار للوحدات ونتمنى الانتصار الأكبر يكون للقضية الفلسطينية إن شاء الله عبدالله الفخوري ممكن أنه يغيب عن بارات الثلاثاء متى رح تنحل قضية عبدالله الفخوري؟ هو يعني لسه مرشح للمشاركة أنه يلعب يعني هذه بتظل عند الجهاز الفني هو كان عبدالله كان ممكن يأخذ إجازة لأنه كان حفظ زفافة من الأحد وأجله طبعا بسبب الأوضاع لكن مسألة مشاركته هي بتظل عند الأمر الفني عند الجهاز الفني اشتركوا في القناة